عبد الرب الشدادي ويقف التاريخ في لحظة إجلال أمام واحد من أبرز صانع أحداثه وتحولاته في اليمن العريق وهنا تقف الأجيال اليمنية في حضرة بطل ما زال يلهمهم الكثير وما زالوا يقتبسون من سيرته جذوة النظال وإشراقات الذات اليمنية عندما تكون كماهي على أعلى درجات الجمال والاكتمال والإجلال عبد الرب الشدادي سيرة نظال وإيقونة يمن جمهوري حر كريم وهو واحد من الذين تنتخبهم الأقدار وعناية السماء لمهمة تاريخية لا يمكن أن يقوم بها غيره وفي هالة هذا الضوء وإشراقاته يطل عبد الرب الشدادي من قبره مجدداً وصيته الخالدة للسائرين على درب النظال في معركة استعادة الدولة واليمن الجمهوري والانتصار لكرامة الإنسان اليمني وتاريخه وحضارته المديدتين معركة خاضها الشهيد الشدادي بكل ما أمكن من أدوات وإمكانيات متعالياً على كل المكاسب الشخصية وباذلاً في سبيلها كل ما يملك ويستدين فلم تبهضه تكاليف البقاء أبداً ولم يدفعه عتو الشظف وهو القائد العسكري الشهير والكبير لرهن شرف التاريخ في أرضه وعرضه مضى الشهيد الشدادي إلى صرواح مقسماً أن لا يعود منها إلا منتصراً أو شهيداً فأبر بقسمه وأوفاء فما جاء الشدادي إلا ليمنح الحياة معناً ويعيد للإنسان اليمني وزنه الحضاري وقيمته التاريخية وقدرهما خمسة وعشرون ألف سنة من عمر البشرية والقرى الأرضية